شوية أسهلا بقى من المشاهدين مش من العن دام سؤال من الأستاذ متحت علي بيقول بيصبح طبعا علينا وعلى كل أسرة البرنامج صباح الفل عليك أستاذ متحت بيقول كنت عايزة أعرف هل التقرحات اللي بتحدث في الفم أو التشققات اللي بتكون في زوايا الفم هل دي ليها علاقة بنقص للفيتامين أحيانا طبعا زي فيتامين سي أكيد أكيد وزي فيتامين بي 12 ده أنا أتكلم لو ما عنديش هيربس أو ما عنديش فانجل انفكشن محتاجة حاجة انتي فانجل أو كده نقدر نستخدم قلبة مولتي فيت هيحسن التشققات اللي موجودة بس هو يفضل يروح يكشف الأول يشوف ده سببه طبعا 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 طيب شيرين يحيا بتقول هل قشر الشعر وتقصف الشعر ممكن يكون سببه نقص في الفيتامينز وهل مولتي فيت مناسب للحالة دي ولا لا بعد الدراسات الطبية عملت أبحاث على فيتامين بي 12 وقال لك نقص فيتامين بي 12 بيعرض فروة الراس للالتهاب وقشر الشعر فنقدر نستخدم قلبة مولتي فيت ممكن يحسن جدا قشر الشعر لانه بيحتوي على فيتامين بي 12 أول مرة عرف ان الموضوع قشر الشعر ده ليه علاقة بالبايت بعد الدراسات قالت ده بعد الدراسات الطبية لكن الكم الأكبر بيقول ان السبب قشر الشعر بيكون ايه فانجل انفكشن التهاب في فروة الراس طبعا احنا شايفين نينك كمان على الشاشة يا كريم الكابسولة بيشرح لنا الكابسولة لما نزلت المعدة كان فيها كل الفيتامينات دي زي زينك الكالسيوم النحاس زي فيتامين بي 12 الكوبالامين زي الفوليك أسد البيوتين وفيتامين بي 1 و 2 و 3 و 5 و 6 داخل قلب مالتي فيت هنا بيقول لك المميزات بتاعت هذا المكامل الغذائي الرائع قلب مالتي فيت انه داعم جدا للمناعة وداعم للطاقة لانه بيحتوي على فيتامين بي 12 ويحتوي على مزيج من الزينك والنحاس فالاتنين بيكملوا بعض الزينك بيكمل شغل النحاس والنحاس بيكمل شغل الزينك داعم للطاقة جدا بيقوي الضوافر بيقوي صحة البشرة والشعر وداعم للتمثيل الغذائي لاحتواء على فيتامين بي بكل مشتقاته جميل طيب أخيرا وليس أخيرا سؤال من نور محمد بتقول في وقت الدورة الشهرية بحس أن عظم جسمي كله وجعني فهل دا طبيعي؟ آه طبيعي يعني لما الواجع محتمل شوية طبيعي طبعا وقت الدورة بيبقى فيه تغيير في الهورمون الهورمون الامبالنس بيعمل وجع شوية في العظم والمالتي فيتامينز عموما من شأنان هي تبالنس شوية بالنس لأن فيه كالسيوم مهم جدا العظم وفيه فيتامين بي 12 أنه يعوض الدم الفوقد وقت الدورة الشهرية أوكي